صباح الخير حشم صباح الخير كديري لا بس نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر مرحبا بكم نايا في الفيديو جديد لقى نسيش اغمونت بلوغ ماذا نفعل اليوم في اليوم لا تنسى اتشار وشير 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 القناة وقوموا بكم اعجابكم من طبيعة الحال ويشترككم في القلب وفرجة ممتعة و اول شئ اصباحه هي قهوة كحلب لسكر و هنا يحد الكيك اللي صاديته بتمر والقرقاعة اللي صاديته الولدي اللي دهما على المدراسة و هاكا خضيت منه شي مور صوت غير باش نضوقو كيفية جا زوين بزاف البنات اللي بغيتوا الوصفة خلي وليه في الكم انتاق ديلاد الكيك هذا بالتمر و القرقاء باش نشاركه معاكم كيجي واحد الكيك كيجير طبز في اني تقدروت ترافقو هاكا حتى بشي سوس او لا بلع كريم كيجي زوين وهشيشي عالج جهت سيغتون الناس اللي كتبغي وعدوك الكيكات او للحالويات اللي كتكون هشيشة او كتدوب في الفم خليو هلي في الكمانتاق اللي بغيتون ان شاء الله نجربو معاكم او لا نبغطاجي معاكم ولا نشاركو معاكم ولا كما قلتول علي الصقعينيات وصافي كما تلقى هادي الفطور ديالي ودخلت مباشرة الكوزينة اول حاجة غدا نديرها في الكوزينة هي هاد الوصفة هادي اللي غنشاركه معاكم اليوم هنحطها هي اللولا توجد هاد الوصفة هادي اللي حتاجيت فيها هنا يا شيبة واحد ربطة دي الشيبة اللي اخضيتها غسلتها مزيان وشتيتها ووركتها غير بيدي وقطعتها كيفاش بحلمي كشدو ذيك الربطة ديالي وكتت تقطعوها بيدي كم تلويها تقطعوها في حال هاكاك وخضيت تم واحد الخمسات الليمونات الصغارات هذيك الماندارين غسلتهم مزيان خضيت هذيك القشور ديالهم ودرتهم تهو مفا ذيك الكاسرول وزيت عليهم واحد ضربة اطرود يلزيت البلدي اولزيت الزيتون ودرتهم هنا يا لبنات في حمام مريم او اللبام ماغي وغادي نقص عليهم البوطة حتى الحد غنخليهم كي تلقوا في بعضياتهم بشوية نبغي نجد الماء يقصلي الزيت من اللي يبدأ يغلق يعني هنخليهم تماما حتي تكونسنتروا على خاطرهم وفي عد الأثناء هذي غدا ندوز بش ندير الغدال بناس غنضير واحد للتاقرة او اللطويجين تاقرة خفيف ضريف بالكفتة ديال البقري ودنجال وبطاطة كي يجيبنين تحتاج اللي هنا يا واحد الحبة ديال الماطيشة واحد يجيب طيطات هكا على قياس يلي انا ولي داتي واحد دنجالة واحد الفصوصة ديالتوم قصبرو مع دنوس والتوابل بما فيهم شوية الكامون تحميرة شوية ديال الخرقوم شوية ديال سكنجبرو للزنجابيل و الفلفل تشوفو كيفاش كي يجي هطواجين هذا و سريع هادو من الاكلات سريع اللي دغية توجد معاكم وخط نوضو تل ما اعرف دقول يا را تعطلت على العشاء ولا على الغداء ولا كي يوجد في مكيناش تنصاعة كي يكون موجود معاكم ما كيتعطلش ما كيتحرق متشي حاجة وصافيني غدنا نقضي الفصوص ديالتوم غدا نحكهم مع درس هذيك البصيلة وهذا و الماطيشة هكا قطعتها وغدا نحك عليها هذوك الفصيص ديالتومة غدا نشحر كول كيفاش تشوفو كيفاش تشوفو بغايت زع ما ندير لكم هذا الفيديو مسرع لكم في الطياب ولكن بما انه فيديو قصير ماشي طويل الفيديو اللي ما درش لكم فيه زع ما مفتش لكم في عشرة دقيق ضفت هنا كيف كتشوفو التوابل وغادي نشحر كل شي مزي 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 تسنع لتكشي كامل حتى غادي دوب مزيان وغادي نضيف عليه واحد الكويس ديال الماركوم غادي نشوفو كويس غير صغير مشي بالزافرة كتعرفو هاد الانواع ديالتومة ضفت هنا قبل ما نضيف الماء قطعتها كمرباعات تقدروا تقطعها كدوائر انا افضلت ان نضيرها مرباعات وغادي ناخد هديك الحبة دينجال تهي غادي نقطعها مرباعات وغادي نضيف عليها كل شي غادي نضيفه كيف كتشوفو غادي نضيفه على البطاطا او هديك الشر مولا اللي درت في اللول وغادي نشحر كل شي مزي مزيان عاد غادي نضيف الماء عفوا انا راني سبقت لكم الماء هو اللول وصافي هاد شلكين نصنعوا على هادك شدينا تغايت شحر ونضيف عليه واحد الكويس الماء ونضيف عليه القصبر ومعد نوس وباقي المكونات شنو هما المكونات الباقين بقاتلين الكفتة غادي نديرها كيف غادي نشوفو هاكا كوايرات وغادي نحطها ندورها على هادك الطوائجين يعني هادل مكيكلفكم شو بزاف يعني مشي بداره سيكون عندك نص كيلو ديال الكفتة ولا تقدر تجيب غير ثلاثين درهم ديال الكفتة كافياك وكتجي تبارك الله كيشبعو كيجيبنين الدنجال او بطاطا عاشو الدنجال كيطلق ديال خطورة دياله الناس اللي كتبغيوه المحيبين الدنجال اكيد عندو العشاق دياله كتجي ديال المرايقات دياله خاطره وفنه ان شاء الله تجربو هاكا تكونوا زربانين ما عندكمش الوقت بغيسوشي غديوه هاكا خفن زربان ما عدشتش ليكم الوقت ما كيلا فهمتو ما عدشتش ليكم الوقت بمرة او لا لعشان ناس اللي كتبغيوه لعشاها ولا دغيه دغيه كيوجد صافي غدا ناخد ديال الكفتة غدا نديرها هاكا كوايرات وغدا نضيفها تمام بعد ما غدا نضيف نص كاس ديال ما كيف غادي نشوفو معدش نديرو كامل وصافيشتو در تغير النص دياله غنضيف الكفتة وغادي نغطي علي هنا يلا عندكم شي غطاء ديال شي طاجين غطيو علي بغيتو تغطيو بالالومينيوم غطيو علي انا هناك تغطيتو بالالومينيوم وخليتو كيطيب قادل قتلكم ما اخداش مني نص ساعة ما كاملاش ما كاملاش توا نص ساعة وكان موجود معي التاقرة ولا الطواجين ديالي ونخليكم معشك النهائي ديال الطاجين وندوزو باش نحن نشوفو البقية ديالفيديو اشنو فيه تبعوا معي تالاخر وفورجة ممتعة وراني كنموس عليكم احماقوا عليكم باللغة العربية الفصحة يا بنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا هو الشكل النهائي اختي ديالتاقرة يا ناك تجي معي لك وزوينة مع بريري ديالاتي وانشي خبيز اختي اختي بنوخالة اولادك المحراش يا سلام مشاهيتكم اللي كتوحن تسمح لي واندوزو دبا الوصفة اللي شاركت معاكم مش نشرح لكم انا رجعت معاكم البنات مبعد ما اوجدات عندي ذيك الزيت لشتوني صايبتها معاكم اه خليتها واحد نص ساعة وهي كتكون صونترا مزيان 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 وما بعد هذيك نص ساعة غطيت عليها وخليتها كتا خليتها تبردات وصفيتها ودرتها هنا في هذه القراءة هذه الديجا كان عندي فعا السيروم ديال الشعر اه وخوات شديتها مرميتها شبح على القراءات هذه وكنتستفدوا منهم كيكونوا هاكا دروبي متشقيقها لشعركم صفي غسلتها بالصابون والمسخون ودرت فيها احتفت بدك الزيت فيها وغادي نخليه هنا في المما نكون ماشية الحمام البنات غدا نشقق بيه شعري وندير بيه حتى مصاج لوجهي هكا من الليل ليل ومنطبيق الحال اي مصاج دير الزيت البنات درتوه بالليل في الصباح ضروري تغسلوا مزيان بالصابون وديروا الواقي الشمسي ديالكم شما رجع شليكم بالسميرار وانتمنى تكونوا استفدتوا معايا وانتمنى هذي الوصفة هادي تجربوا ان شاء الله ساعتنا لانشوقا بكم ووصفي هذا الشيلي كيين ايه مصيق عينيات احنا غادين غادين للطبيعة هاي كفافنا غادين راهوما صبقوني ربعا القتام وانا وراعيان يلا تابعينهم هانتما بلاد المهذه بلاد المهذه هاهش فاع الخضورة فيها الزراع هتفيها البير اما الشي العخر وانو شوفوا ليخ بايزة شوف زيتون الحامض مصير رايان هذه العدة هيا المتابعين ماشينا الى واحد الفاصلة في الرشنبرك حطينا القاصس الموين قص في المنقص في المنشينا معانا لما كلينا شي طيح لنا نظيم واتشي ليكن تلقون ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة